أهلا بحضراتكم من جديد جوالات وجلسات للحوار الوطني لسه مستمر فكر حضراتكم أنه يوم الحد اللي جاي يوم 4-6 هتبدأ فعليات الأسبوع الثالث للحوار الوطني يوم الحد هيكون فيه جلسات خاصة بالمحور السياسي فما حضراتكم عارفين هم تلات محاور سياسي واجتماعي واقتصادي يوم الثلاثة هيكون فيه جلسة أو جلسات للمحور الاقتصادي أما يوم الخميس هيكون للمحور المجتمع الحقيقة أنه إحنا شايتين أنه حالة الحوار دي كانت لها ضرورة كبيرة جدا 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 وعلى وجه التحديد أنا بشوف أنه الناس من خلال متابعاتي مهتمية بمسألة المحور المجتمعي طبعا لأنه في النهاية بيناقش موضوعات بتمسهم من الدرجة الأولى بتمس الشارع المصري تخص المواطن بشكل مباشر صحيح أنه أكيد كل المحور دي هامة ومؤثرة جدا لكن القضايا الاجتماعية تحديدا بيكون لها مذاق مختلف للناس اللي بتتابع أعتقد أنه كمان الحوار السياسي في حد ذاته أمر أصلا بيندرك تحت بند الحوار المجتمعي والحالة بين بين الملفات الموجودة بشكل كبير ومنوط بيها الحوار الوطني أنه يكون في لجنة شباب في المحور المجتمعي ومسألة الاهتنان بالحوار السياسي اللجنة دي بش بس معنية بقضايا الشباب زي ما احنا ممكن نفهم من اسمها لكن كمان هي معنية بمسألة الحوار السياسي وده الحقيقة يمكن موضوع من الموضوعات لأنها النقاشها النهاردة ونفتحها مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي زاكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني أهلا بحضرتك مساء الخير عليك أهلا وسهلا بحضرتك مساء الخير على حضرتك وعلى أستاذ المشاهدين احنا منتكلم عن أسبوع ثالث لجلسات الحوار الوطني بعد أسبوعين من الجلسات وأسبوع لاجتماعات لمنقشة مدار داخل الجلسات والوصول لنتائج بعد فرز ما تم منقشته داخل الجلسات حيث شايف أنه الناس ليه تتابع الحوار الوطني للأسبوع الثالث ايه اللي ممكن الناس تكون أخدتوا من متابعتها للحوار في الأسبوعين اللي فاتوا علشان يتابعوا في الأسبوع الثالث يعني هذا سؤال عظيم للغاية ويتعلق فعلا بسؤال جماهيري الناس دايما بتسألوا البعض احنا اللي نتابع الحوار الوطني وممكن نستفيد منه وبالتالي احنا أمام هذا السؤال لابد أن يعني تطرح إجابة وافية يعني تغني الناس ويحاولوا من خلالها أنهم فعلا يتابع الحوار الوطني وهذا ما نتمناه أن يبقى لدينا متابعين بالملايين من كافة جمهور الشعب المصر وتنوعاته أنه يبقوا متابعيننا وخلينا نؤكد في البداية أن لدينا قضايا تهم المواطن للي بيسأل بمعنى لو أنا رايح النهاردة بتكلم عن قضايا التعليم فهذه قضايا جمهورية بتتحدث وبتهم المواطن بشكل مباشر اللي خلي المواطن يتابع الحوار الوطني لأن احنا منتكلم عن الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة في البلد فهنتكلم عن الموازنة العامة للدولة هنتكلم عن الغلاء والأسعار هنتكلم عن الترخم هنتكلم عن أوضاع أخرى في المحور السياسي في المحور المجتمعي فالإجابة الحقيقية بتقول أن 113 قضية اللي موجودين داخل الحوار الوطني 113 قضية بيعبروا عن يوم المواطن بمعنى أن المواطن أول ما بيصحى الصبح بيود ابنه المدرسة أو رايح مثلا يكشف له أو ماشي على طريق أو بعد كده بيحاول يتابع أموره المادية وموزنة البيت بتاعته النهاردة يعمل فيها إيه ويصرف منها إزاي هو ده الحوار الوطني الحوار الوطني بيتكلم فعلا عن قضايا التعليم بيتكلم عن قضايا التامين الصحي بيتكلم عن قضايا الشباب بيتكلم عن قضايا السكانية بيتكلم عن قضايا التماسك الأسر يعني لو قدر الله في أسر على دايها مشاكل فإحنا الحوار الوطني بيتكلم عن المشاكل دي بيتكلم إن إحنا بنقول إحنا نقدر إزاي نواجه ظاهرة الطلاق إن إحنا إزاي نعمل موضوع زي الوصاية واللي كانت بتناقشوا الدراما في رمضان الماضي في مسلسل الفنانة مونة زكي فبالتالي كل القضايا من أول ما بيصحى الصبح لحد ما بينام بالليل هم 113 القضية اللي موجودين داخل الحوار الوطني إحنا الأسبوعين اللي فاتوا كنا يعني شغالين في 13 لجنة كانوا على مدار 24 جلسة اليوم حد 3-5 كل يوم أربع جلسات جلستين للجنة كنا بنقش كثير من القضايا عشان كده حتى الأسبوع اللي فات قلنا للأمانة الفنية والمناصق العام قال إحنا طب إحنا لو مشينا وراء بعض يوم يعني أسبوع وراء أسبوع العملية كده ممكن ما توصلش إن إحنا نطلع توصيات عشان كده الأسبوع اللي فات الأمانة رأيت إن إحنا لقنا نقعد ونعمل جلسات مغلقة وندور على التوصيات الحقيقية فمنبقاش بنتكلم في المجموع دون أن نخرج بنتيجة منطقية تفيد المواطن وبالتالي عشان المواطن لما نرجع الأسبوع اللي جاي بإذن الله يبقى معانا في الصورة إحنا ماشيين إزاي ودخلين بلجان جديدة زي لجنة الشباب والصحة هتبقى أول لجنة لهم يوم الخميس المقبل 8 يونيو بإذن الله وحتى لما يعني كان عد أسبوع وقالنا خلاص يعني الأسبوع هيبقى توصيات بس والأمور يعني ماشية في هذا الصياق لكن يعني سادة الرئيس عززنا وعزز الحوار الوطني بتوجيه سيادته للحكومة أنها تحول اللي هو إنشاء بزرطة المجلس الوطني للأعلى للتعليم والتدريب وده كان ليه جلسة استثنائية جلسة استثنائية بالفعل إنها لم يكن مخططة حتى اللايحة عندنا في الحوار الوطني بتقول إن إحنا لو فيه أحداث طريقة أو أحداث استثنائية ممكن نعمل لها جلسات خاصة بعيد عن 113 قضية يعني إحنا هنا ما بنكتفيش حتى بإن إحنا وصلنا ألاف المقترحات فبقى عندنا 113 قضية منهم لا لو فيه موضوع استثنائي أو موضوع طارق يعني معنا كرام حضرك إنه ممكن نشوف جلسات استثنائية يعني قولا وحيدا هايحصل وأظن إنه ده هايحصل بشكل كبير للغاية لأن دايما الأوضاع مصر بلد ولادت أخبار ومنتجة أخبار قدير للعشر سنين الفاته أو الاثنشر سنين الفاته فبالتالي أظن ربما نواجه أوضاع استثنائية وامور يعني تدفع إن إحنا نناقش داخل الحوار الوطني وكان أحد هذه الأمور اللي سيادة رئيس وجه الحكومة المصرية إن هي تبعث المشروع القانون الخاص به المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب للحوار الوطني عشان ينقشوا قبل ما يروح البرلمان وبالفعل عقدت جلسة ستنائية من الأربعة واحد وتلاتين مايو الماضي وكان موجود فيها عدد من الخبراء والشخصيات وكذلك من المقرر والمقرر المساعدة وأعضاء الحوار الوطني يعني اللي كانوا بيموجودين في خلال الجلسات اللي فاتوا لكن هنا اللي كانت الميزة بقى إن إحنا نعمل إزاي مجال مغلق أكتر من الخبر والشخصيات العامة يقولوا رأيهم في هذا المجلس وكمان كانت مقتلحات عظيمة وأنا حضرت الجلسة من أول ما بدأت الصبح الساعة 12 لحد الساعة 7 أو 8 بالليل وحتى الجلسات يعني من الميزة فيها اللي أنا لحظتها خلال الفترة يا فاتوا إن إحنا حتى مش ملتزمين بفكرة الوقت بمعنى إن إحنا مش بنبدأ 12 ونخلص 3 ولا بنبدأ 4 ونخلص 7 حسب الجدوة لا إحنا الموضوع بقى ممتد لأن إحنا دورنا أو رؤيتنا إن إحنا إزاي نسمع كل الناس يبقى عندنا رؤية إن إحنا كل الناس اللي موجودة دي تطرح رؤيتها تتكلم بشكل حقيقي ومضمون حقيقي عشان نقدر نفيد المواطنين عشان كده كل واحد بيتكلم في الحوار الوطني سواء بقى شخصية شخصية عامة خبرة متخصصين أو حتى مواطنين لأن لدينا مواطنين بيشاركوا في الحوار الوطني في الجلسات الحوار الوطني وبندعوهم على المنصة أن هم يتكلموا يقولوا رأيهم خلال الفترة فاتي دي الناس دي كلها لما بتتكلم هي برغبتها إن هي تفيد المواطن فلما إحنا بنقش مجلس وطني الأعلى لتعليم والتدليم هنا بنتكلم على منظومة تخص التعليم كله بمعنى التعليم الأزهري جنب التعليم العام جنب كل أشكال التعليم يبقى عندهم مجلس واحد متعلق بالسياسات عشان برضو تبقى الملاحظة واضحة للناس نحن هنا مش بنيجي على دور مؤسسات الدولة اللي ولا الحكومة ولا المجلس النواة مجلس الشيوخ وبعد ذلك الحكومة ممثلة أصلا من الحوار الوطن لكن نحن بناخد خطوة أولى قبل مجلس النواة مجلس الشيوخ إن نحن بنحط العقول دي تبدأ تقول رؤيتها في فلسفة القانون وهنا الفلسفة بتقول هل المجلس ده إيه كينونته إيه وضعه ممكن نزود إيه ممكن نعمل إيه ممكن تصوراته زيه قبل ما يروح مجلس النواة مجلس الشيوخ عشان يكمل دوره المؤسسي اللي احنا كلنا مؤمنين بينيه والحوار الوطن نفسه بيؤكد طول الوقت على هذه النقطة إن مؤسسات الدولة بشكلها القائم هي بتمارس صلاحياتها وإحنا دورنا إن احنا بنخلق أو بنساعد في الفلسفة العامة للدولة المصرية عشان نصل لمنتج حقيقي يقدر يفيد الناس طيب دكتور وانت بتنتمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي شفنا منها مسألة دمج الأفكار السياسية المختلفة وشفنا نمازج منها خرجت للحياة السياسية تحمل فكر مختلف بشكل كبير وشفنا شباب زي الورد خارجة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وإحنا دايما كنا وخصوصا الشباب شايفين إن الحياة السياسية في مصر معقدة والدخول فيها أمر مش هاين النهاردة وإحنا بنشوف في الحوار الوطني هذا الجمع من العقول المختلفة والأفكار المختلفة اللي كان من الصعب إن أنت تشوفهم على طاولة حوار واحدة وموجود ممثلين للحكومة إلى أي مدى شايف إنه ده ممكن يفرز لنا جيل جديد بفكر مدمج يحمل العديد من الأفكار اللي ممكن تفيدنا بشكل كبير في المجتمع يعني آخر نقطة حضرتك قلتها هي مرتبطة بأول نقطة حضرتك قلت زي نوصل لجيل جديد يؤمن بهذه الآليات الوطنية والمقاربات اللي بتحدث في الحوار الوطن وغيره بداية لما كنت حضرتك بتسألي على تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين وهي أداة وطنية عظيمة خلال الخمس سنين اللي فاتوا استوعبت كفاءات وقدرات شاب عظيمة للغاية في عدد من المجالات ويهي بطبعتهم شباب متخصصين سواء سياسة اقتصاد أو حتى مجتمعيا كل الشباب دول كان لديهم إمكانيات حقيقية عشان كده تم ضمهم أو تم يعني اختيارهم في تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين وكانوا موجودين ويهي بالتالي دايما حتى الناس بتقول أن تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين هي كانت حوار وطني مصغر قبل ما يطلق الحوار الوطني في هياته العامة وصياقه العام على مستوى الدولة المصرية لأنها حتى تعرفها الأساس أنها منصة حوارية وكانت فيها تباين واختلافات في الأراء يعني عندنا من أقصى اليمين لأقصى اليسار شباب موجودين داخل تنسيقية شباب الحزاب والسياسيين هم اللي كانوا موجودين حتى فيها الحوار الوطني وشفنا كثير من اللقاءات والكلمات اللي هم بيقولوها في عدد من اللجان كانوا بيطرحوا رؤيتهم بشكل حقيقي للغاية طيب التجربة دي موجودة قدام الشباب وأيضا لدينا تجربة البرنامج الرئاسي للتأهيل الشباب واللي تابع الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب نمازج أيضا رائعة ولديها إمكانيات حقيقية وموجودين في عدد من المناصب القادية والتنفيذية أمام التجربتين دول بنقول بقى نروح بيهم للشباب نقول لهم طب هل أنت قدامك تجربتين عظمتين الدولة الدولة بتدعم هذه الأدوات الوطنية بشكل حقيقي ومنطقي وموجودين في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وكافة المحافظات في مناصب متنوعة وكمان الوزارات قدامك هذه النمازج إحنا دورنا بقى يعني مفروض شوية إن إحنا نرفض الأكلاشيات نرفض الأمور اللي بتحاول تهبط من عزيمة الشباب إحنا لما كانت ونتذكر يعني ننظر للجاب المهم بالضبط المهم جدا أن أنت تسعى مع الدولة المصرية أن أنت تصل لهذه التجربة وهذه المشاريع عشان تكون موجود في أسياق العام اللي بيدعم فكرتك وأقول لحضرتك حاجة الحوار الوطني لما بدأ كان حوالي 17 لجنة الأمانة الفنية ومجلسهم نفكر طب إحنا الشباب ما نخلهمش لجنة فتم فيه إعزاعة أو استحداث لجنة للشباب ولجنة للسياحة فهنا حتى أن مجلس الأمان أفكر وقتها أنه إحنا يبقى عندنا لجنة كمان للشباب عشان نستوعب أفكاره ومحايته معايزة أقول لحضرتك أن كل المقترحات اللي وصلانا من الشباب من كل محافظات الجمهورية بتؤكد على أن الشباب المصري لدينا شباب لديه قيم حقيقية شباب مؤمن بالمضمون بمعنى أنه حتى لو شاف أمور أو سياقات غير سليمة لا هو مؤمن أن المضمون الحقيقي هيصل لديه وعي حقيقي بالتخصصية لديه وعي حقيقي بالأداة الوطنية الموجودة والأداة الوطنية الموجودة في الدولة المصرية ويسعى للاشتراك من خلالها في تنفيذ رؤيته وأظن أن لجنة الشباب في انطلاقها يوم 8 يونو بإذن الله في أول اجتماع لها هتحقق كثير من هذه الأمور وهتكون مميزة يعني نوعا ما عن اللجان الأخرى لأنها يكون فيها حيوية أكثر وتفاعل أكثر مع القضايا أكمل كل كل جلسات الأسبوع اللي جاي لكن استأذن حضرتك هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا وحادثنا مستمرة مع الكاتب الصحفي زكي الزكي القاضي لكن نروح فاصل ونرجع نكمل كلامنا أهلا بحضرتكم من جديد لسا مكملين مع الكاتب الصحفي زكي القاضي ويعني حادثنا مستمرة عن جلسات الحوار الوطني اللي بتدخل أسبوعها التالت من يوم الحد اللي جاي إن شاء الله أهم الجلسات اللي هتوعقد الأسبوع الجاي ويعني أهم كمان المقترحات اللي هتناقش داخل هذه الغلسات. طيب خلينا نؤكد أن الحوار الوطني فيه موصلته اللي عمله خلال الأسبوع المقبل هو يكتسب أرضية جديدة مع الشرع المصري وقوى المجتمع المدني. أنه يستوعب كثير من آراء ويسمع آراء الناس. وبالتالي هذا يعني دايما بحب يعني وضحه للناس إحنا مش بنعمل نغبة سياسية على الفوتوشوب. أو بنضرب الناس في خلاط عشان نطلع الناس عايزينها بمزاجنا. عشان الناس برضو تبقى عندها الصورة الكاملة. أن احنا هنا بنسمع المصريين المتفاعلين في المشهد العام. وهذه صورة مصر الحقيقية بأدواتها اللي موجودة. وبالتالي احنا محتاجين نصق في بعض سواء معارضين أو مؤيدين. الحوار الوطني هو نفضة حقيقية للمؤيدين والمعارضين اللي الاتنين يسمعوا بعض ويتكلموا. عشان كده الجلسات الأسبوع المقبل وأظن أن احنا قدام عدة جلسات مهمة. وعشان الأمور يعني الناس برضو وتحب أن ناس تبقى تابعنا وتشاركنا وتبقى معنا في الصورة. لدينا لجنتين أظن أن هم من أهم اللي جان معنا لجنة الصحة وهتناقش التأمين الصحي وهي ده أحد الأمور اللي كانت الدولة حقايت فيها مكاسب خلال الفترة اللي فاتت. وأظن أن احنا أمام رؤية موضوعية نقدر نتكلم عن كثير من القضاء اللي تخص الأطباء. اللي تخص فكرة سفرهم للخارج. اللي بتخص المردبات اللي بتخص أوضاع المستشفيات أظن الأمر ده هيبقى مهم جدا وهي قضية جماهرية في المقام الأول ومحتاجين أن الناس تتبعها ويقولوا رأيهم. وكمان عندنا مهم جدا أن الصفحة الرسمية للحوار وطني والناس تتبعها دائما طول وقت بتنزل أدوات تفاعلية أن الناس تبعت عليها مقترحاتهم ويبدأوا يشاركونا فيه كل القضايا اللي احنا بنتكلم فيها عشان نصل لنتيجة منطقية ترضي الناس يعني اللي فاتوا القطر بتاع الحوار وطني بتاع المقترحات اللي لو أرسلنا في الأول لسه القطر موجود فيه عربية في الآخر كده اللي بتقول أن احنا عايزين منكم مقترحات تقدروا ترسلوا لنا صفحة الحوار وطني أيضا لجنة الشباب يعني بإذن الله اللي هتبدأ أعمالها يوم ثلاثة يونيو تمانية يونيو عندنا موضوع مهم جدا وهو رواد الأعمال أو ريادة الأعمال وبالإضافة إلى دعم مساوي الهمم في ريادة الأعمال موضعين مشتبكين مع بعض عشان الناس تفهم موضوع ريادة الأعمال ده مش عشان الناس تحسوا أنه مصطلح يعني فلسافي كبير كده ولا هو مش مرتبط بيهم لا الريادة الأعمال دي مرتبطة بالشخص اللي بيفتح سوبر ماركت مرتبطة بالشخص اللي بيفتح شركة مرتبطة بالشخص اللي بيعمل المشروع بيتكفل بيه ويدفع مخاطره فبالتالي كلمة يعني ما تفكراش كلمة تلفزيونية لا هي كلمة متعلقة بكل الناس وكل المشاريع اللي موجودة في الشارع بالإضافة إلى زو الهمم ودعمهم في ريادة الأعمال أظن أن إحنا لو قدرنا نسمع النماذج الناجحة وكذلك النماذج اللي لديهم مشاكل وعملنا فكرة التوافق في التوصيات أنهم يسمعوا بعض اللي عنده مشاكل يقول أنا وصلت آخر فين واللي نجح يقول أنا نجحت إزاي مهم جدا في الحوار وطني أن إحنا نقدر نمرر اختياراتنا في الوضع القائم الوضع القائم ليه شروط رسالة الرئيس لما فيهم الأيام قال أنا اشتغلت على فلسفة التحديات الموازنة أنا بأشتغل على كل حاجة هذه التحديات بدأت مع الدولة المصرية فإحنا دورنا مع فوز في ظل هذه التحديات وشغل الدولة اللي شغال أن إحنا إزاي نمرر اختياراتنا في هذا الوضع العام فنضع توصيات منطقية تراعي العملية والعلمية وتراعي المعاوقات الموجودة في الدولة المصرية أظن في مجرية الأعمال وشباب وكذلك ملف زو الهمم لو إحنا عملنا ديبيت دا وعملنا عملية التواصل والاتصال ما بينهم عشان نغرب توصيات يعني مهمة هذا أمر مهم للغاية بالإضافة احنا عندنا في المحور السياسي موضوع ملاقشة التفرق لأعضاء مجلس النواب مجلس شغال أرضو هيكون موضوع مهم للغاية وهنقدر نطرح فيه رؤية في المحور السياسي دا أمام هذه القضايا احنا بس محتاجين من الناس تشاركنا محتاجين ان هم يسخوا فينا بشكل أكبر يتابعونا ويقولونا رأيهم وإحنا دائما بنزل أدوات تفعالية يقدروا موجودين فيها معانا ونقدر نصل لتوصيات مرضية ترديهم بإذن الله دا مهم جدا مسألة التفاعل يعز الثقة المواطنين في مسألة الحوار الوطني والمكسب الحقيقي لكل تجمع كل هذه القوى السياسية داخل الحوار الوطني بالتأكيد منتظرين يعني توصيات تكون تردي الناس وتخدم المصالح الاقتصادية والسياسية كمان لأن دا شيء مهم جدا جدا أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كاتب الصحفي زاكي القاضي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لتابعنا النهاردة شكرا لحضرتك نروح مع حضرتكم دلوقت الفاصل وبعد الفاصل استنونا معانا الممثل السوري السعودي محمد القس وحوار خاص جدا في التسعة